تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من النقاش كروي اللي بتجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم خميس على قناة سيلفيسبورت الجميع لاحظ بعد فوز ليفربول الكبير على واتفورد رغبة واضحة بالتصريحات الليفربولية أعطوا صلاح الكرة الذهبية بيستاهلها حتى رانييري طرعوا وتكلم بنفس الكلام كثير أساطير سابقين بالكرة الإنجليزية عم بتكلموا بنفس الكلام في حين جماهير برشيرونة مصرة ليونيل ميسي رغم رحيله عنهم وأكيد طبعا جماهير سانجير من عندهم نفس الرأي والإيطاليانيين بيقولوا شو ما لكم يا عالم جورجينيو جاب اليورو جورجينيو جاب دور الأبطال أهم بطولتين موجودات هاي السنة هو اللي توج فيهم فأعطوا اللقب وطلع هون وهون أسماء بتترشح أسماء مختلفة في حلقة اليوم من نقاش كروي بدي أسمع رأيكم كيف نعرف مين جد اللي بيستاهل الكرة الذهبية الوضع الحالي للكرة الذهبية وجائست أفضل لعب في العالم من فيفا القرار عبارة عن الرأي العام يعني اللي بالإعلام بيضغط فيه والسوشال ميديا بتضغط فيه وبتخلق إنه حيفوز بالكرة الذهبية بيفوز بالكرة الذهبية هذا المعتاد وأنا مؤمن شخصيا لو لا إنه بايرن هزم برشلونة 8-2 ليباندوفيسكي ما كان حياخد جائست أفضل لعب في العالم ليش؟ لأنه هذا الفوز خلى الإعلام يرجع لورا يقول خالص أعطونا ليباندوفيسكي فصار فيه ضغط لواحد مش دايما مرشح يفوز بالكرة الذهبية ولي بأكد هذه نظرية الرأي العام والتجميع مسألة رونالدو ومودريتش ب2018 قبل المونديال الجميع بيقول الكرة الذهبية لرونالدو بعد المونديال مودريتش ما جاء باللقب لعب نهائي وما كان اللعب الوحيد السوبر بالفريق كلهم كانوا رائعين مانزوكيتش ركيتش وخط الدفاع كل اللعبين كانوا عم بقدمهم بس لما تغيرت حملة الإعلام وجهت لمودريتش خلوا يفوز بالكرة الذهبية بيستاهل يفوز آه بيستاهل بالمجمل لكن الرأي العام هو اللي تحكم من يفوز بالكرة الذهبية لكن دائما الرأي العام هو اللي بيحكم التصويت وأي تصويت في الدنيا أي انتخابات في الدنيا دائما الرأي العام هو المعيار مش المعيار الحقيقي فعشان هيك ممكن تشوف مرشح رئاسي والله الناس بدها يفوز بس الغالبية الرأي العام بتحب واحد تاني سيء للدولة لكن بصوت طوله هذه هي مشكلة الديمقراطية بشكل عام انه الاصوات مش دائما بتروح للشخص الصحيح دائما بتروح للشخص اللي قادر يبيع فكرته بشكل افضل هذا الوضع الحالي زي ما احنا متفقين انه الان الانطباع العام بفوز انا قناعت الشخصية ان الانطباع الان عند الناس الان ميسي بعد كوبا امريكا ميسي بعد كوبا امريكا بيحاولوا لجورجينيو لكن الاعلام الايطالي فقط تأثيره واعلام الايطالي القديم اعتقد ممكن كان حيساعد لكن اسباني صامت لانه ما عندوش حد يبيعه الان والانجليزي دخل كثير متأخر بخصوص محمد صلاح الان شو فيه حل عشان نوصل لكرة ذهبية منطقية عادلة مفيش فيها ظلم لحدا بعض الاقتراحات بتيجي بتقولك نعمل زي لعبة فوتبول مانيجر او العاب الكمبيوتر مباراة بمباراتها تقييم لاعب مباراة بمبارات ونختر عظام كمبيوتر نتأكد انه دقيق ونقيم اللاعبين مباراة بمباراة واخر السنة نشوف متوسط تقييمهم وخلص وارقام لا تصويت ولا شي بس هون دائما في معايير مختلفة انه يعني انت بهذا الحال تعطي المباريات السهلة نفس وزن المباريات الصعبة بيقولك لا احنا شو بنعمل نشوف ترتيب الفريق الخاصم اذا لعب معاه هو مثلا فريق قوي معروف انه مصنف هذا النادي كتب بنعطيه علامات اكتر طبعا معقد جدا المسألة بجوز بدها عشر سنين ابحاث وارقام عشان نوصل لنموذج عادل فمسألة الاعتماد على الارقام والكمبيوتر تبدو غير منطقية فيه ناس بتقولك شي تاني بتقولك مشكلة التصويت الحالي انه بنصوط على مدى سنة على مدى سنة كثير بننسى يعني الان الناس ترعب يقولك صلاح بس والله من اول موسم هذا متقلق لكن صراحة الموسم الماضي كان نهايته جيد ايضا فبصير الناس ينسوا ميسي جاب كوبا امريكا طب ما هو ما لعبش من بعد كوبا امريكا شهرين ثلاثة وقبلها ايضا معبر شهر ما كان مستقر الست شهور جورجينيو طب مين حدا كان يسترجي يقول جورجينيو يجيب يعني كرة ذهبية بشهر خمسة قبل ما يجيبوا دور الابطاء فجأة صار احسن لاعب في العالم كمان بدها منطق واذكر اني غردت قبل بدورة اوروبا انه هاي اصعب كرة ذهبية في التاريخ ما حدا عارف مين حيفوس فيها لكن الان انا بمعتقد الاصوات كلها هتروح لمسي تعاطفا عشان كوبا امريكا طيب نرجع للناس شو بيحكوا بقولك المشكلة التصويت سنة لازم نقسم هاد التصويت ويصير شهري كيف يعني بيخلاص الشهر ندخل اللي لهم حق التصويت بصوته بدك تطلع الجمهور من هاي اللعبة لانه الجمهور حيخرب الدنيا لما صير يصوت بشكل متكذف فبندخل نصوته الصحفيين المدربين اللاعبين فبصوته خلال شهر على مين افضل لاعب في العالم خلال هادا الشهر وبصير يجمعوا نقاط شهر على شهر على شهر على شهر على شهر وبالاخير بتصير واضحة جدا عندك مجموعة عبر السنة عادل متكافئ منطقي انه شو عملت انت خلال هالسنة يعني مش تكون غيب لأربع شهور تقلقت اخر شهر اعطيك الكورة الوهبية هذا احدى الاقتراحات طبعا لانه هذا الاقتراح ناتج عن فكرة انه ما عادت الالقاب المعيار لانه لو الالقاب المعيار كان لازم ريبري اخذ 2013 كان لازم مثلا 2018 اخذها واحد من فرنسا لانه جاب كأس العالم اللي هي اهم بطولة في تلك السنة واهم من دور ابطال اوروبا صراحة يعني خليناكم واضحين ما زالت نظر الناس اهم فلما اتغير مفهوم انه الالقاب بعدت مهمة زي ما شوفنا مع شنايدر انيستا ريبري ولاعبين اخرين حققوا القاب بس ما فازوا بشي معناها ببساطة انه نلعب على الموضوع الشهري هيك على الاقل بصير الحكم اقل ظلما فالان صراح لما شد حيله اخر ثلاث شهور حسب قول اللي بيحكوا هيك هياخد نقاط اكثر فلو كان باول 6 شهور كمان مااخد نقاط جيدة هيرتفع ترتيبه ففكرة التصويت الشهري تبدو عند البعض ان هي الحل المنطقي وانا بميللها عجبيتني صراحة وحلويتها كل شهر منصير نستنى ترتيب جديد مين افضل لاعب في العالم انا خلصت كلامي الان دي اسمع منكم اعطوني اقتراحات افكار وتعليق علي حكيته شو برأيكم احسن طريقة اتنح وصل فيها لحكم عادل في مسألة الكرة الذهبية كنت معكم انا محمد عواد موجود في اسبوك تويتر انستجرام وتيك توك كمان وتشتركوا بقناة سيفيس بوت على يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله